لنطهرنا حواسنا فنعين المسيح صاطعا كالبر بنور القيامة الذي لا يدن منه ونسمعه قائنا صريحا افرحه ونحن مرنيونا نشيد الانتصال المجد لله ولبني وروح القدوس الان وقل نوان وإلى دار الدائرين آمين لتفرح السماوات بحق ويبتهيج الأرض ليعيد العالم كل ما يرى وما لا يرى لأن المسيح السر والأبدية قد قام المسيح قام من بين الأموال وواطئ الموتى بالموت ووهب الحياة لله يتقيقه المسيح قام من بين الأموال وواطئ الموتى بالموت ووهب الحياة للذين يتقيقه لقد قام يسو من الغر كما سبق فقال ومنحنا حياة الأبدي وعظيم الرحمن المسيح قام من الغر كما سبق فقال المسيح قام من الغر كما سبق فقال أمور سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة لله الدائمة المتولية مريم يا والدة لله الفائقة القداسة خلصين وجميع القدسين والنوضع المسيح للأذواتنا وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها شير الكرية لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لانا وكل عوالي وإلى دار الظاهرين أمير سبقت الصبح اللواتي كنا مع باريا فوجدنا الحجرة مدى أخرجاً عن القار وسمير على الملكة قائلاً لهنا لما تطلبنا الذي في الضوء اللازالي مع الموت كإنسان أمير 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 ضع يا مخلصي القربان الحي وغير الذبيح بما أنك إله قرقت ذاتك لله باختيارك ولما قمت من القبر أقمت آدم معك بذرياته كلها المسيح طوما من بين الأموال وواطئ الموتى بالموت ووهب الحياة للذين في القوة ووهب الحياة للأموال لقد قام يسو من القبر كما سبق فقر ومنح الليل حياة الأبدية وعظيم الرحمن ايضا وايضا بسلام إلى الرب نقل كيري يا أبا يسو عددنا وخلصنا وارحمنا وحفظنا يا الله بنامتك كيري يا أبا يسو لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة للا دايمة البتولية مريم يا رهي يا سيطاك سور صنع وجميع القديسين والنودع المسيح للا ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها كيري يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى داهر الداهر وإن كنت نازلت إلى القار يا من لا يموت إلا أنك ساحقت قوة الجحيم وقم تكى غالي بيت أيها المسيح الإله وللنسوات حاملات ضيم قل تفرحنا ولي رسولك وأنت سلام يا من حال واقعي القيام القيام إن النسوة حاملات طيب بدرنا قبل الصبح نحو الشمس الذي قبل الشمس المتوارحين في الرمز يبتغينه ابتغاء النهار هاتفات بعضهن لبعض هيا بنا يا حبائك لنضمخ بالعطور الجسم الحامل الحياة دفينا والجسد المقيم آدم الصاقف طريحا في الضريح لنبادر مسرعات كالمجوس ولنسجد له ولنقدم الطيوب كهدايا لمن هو ملفوف بأكفان لا بقمط ولنبك صارخات قم يا سيّد يا مانح الواقعين القيام يا مانح الواقعين القيام لقد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع المسيح المنزه عن الخطيئة وحده نسجد لصليبك أيها المسيح ونسبح ونمجد قيامتك المقدسة فإنك أنت إلهنا ولا نعرف آخر سواك ونشيد باسمك ألم يا جميع المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة فهو ذا الفرح قد شمل العالم كله بالصليب فنبارك الرب دائماً ونسبح قيامته فإنه باحتماله الصليب من أجلنا أباد الموت بالموت إن هذا اليوم الباهية والمقدس أول الأسبوع الملك والسيدي هو عيد الأعياد وموسم المواسل الذي فيه نبارك المسيح إلى الدور نشجع لقيامتك المقدسة هلما في يوم القيامة البهيج نشترك بعصير الكرمة الجديد وبالفرح الإلهي ثم بملكوت المسيح ونحن مسبحوه كإله إلى الدهور المجد بقياماتك المقدسة تيارا يا سهيون أجيل عينيك حواليك وانظري فهئنا أولادك مثل لديك مثل كواكب مستنيرة بالله من المغرب والشمال والبحر والمشرق مباركين المسيح فيك إلى الدور نبارك الأب والابن والروح الخدوس الآن وكل واله وإلى دار الدهرين آمين أيها الآب الضابط الكل والكلمة والروح الطبيعة الواحدة في ثلاثة أقانيم اللاهوت السامي والفائق الجوهر إننا بك اعتمدنا وإياك نبارك إلى كل الدهور مسيح قام من بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبول موسيقى 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 الموت بالموت وهذا الحياة للذين في القبول لقد قام يسوه من القب كما سبق فقط ومنحنا حياة الأبادية وعظيم الرحمن لنعظم بالنشايد والدة لله وأم النور عظني يا نفسي مسيح الواهي بل حياة αλλά أيضا من القبري φίλια ومثال Φωτίζου Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανετήλε χωρενιν και άγγελον σε ανετήλε σε ανετήλε لما طوعا وأقبر وقام في المنى القابري في اليوم الثالث استنير 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 يا هرى شليم الجديد جديد لأن مجد رب أشرق عليك إفراح الآن وتهل لي يا صيون وأنت يا والدة الإله ناقيا إطرابي بقيامتي ولد المسيح فسح جديد وذبيحات حياة حمال الله أرافع خطيئة العالم يا ما آلذ يا من محاب يا ما أعذاب صوتك الإله أيها المسيح لأنك وعدتنا وعدا صديقا بأن تكون معنا إلى أباد الدار فبهذا الوعد نعتصم نحن المؤمنين كمرسى رجاء ونبتهجوا ماسرورين δόξα ونبته ونبتهجوا 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 موسيقى 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 أيها الراب والملك قمت في اليوم الثالث وأقمت آدم من الفساد وأضلت الموت يا فصح عادة من الفساد وخلاصا علىها لما راقدت بالجسم كمائت أيها الراب والمالك قمت في اليوم الثالث وأقمت آدم من الفساد وأبطلت الموت يا فصح عادة من الفساد وخلاص العالم لما راقدت بالجسم كمائت أيها الراب والمالك قمت في اليوم الثالث وقمت آدم من الفساد وأبطلت الموت يا فصح عادة من الفساد وخلاصا علىها الحكمة فالنقي في المجامع بارك الله الرمض يا نبيعي قدسه خلصنا يا أبنى الله يا من قاما من بين الأموات نحن المرني لنا لك عالي إلى سنين عديدة يا سيد يا أمان يا أمان ليقم الله ويتبدى جمي وعده وليارب مبغضه من أمان واجه إن الفسحة المباركة قد ظهر لنا اليوم فسحة جديدة مقدسة فسحة سرية فسحة مكرمة فسحة هو المسيح المنقيم فسحة مريغا من العين فسحة عظينا فسحة للمؤمنين فسحة فاتحة لنا أبوابا في الدوش فسحة مقدسة جميع المؤمنين ليبيد كما يبيد الدخان وكما يذوب الشم من أمامي واشي النار ها لما من المنظار أياتها النسوات البشرة وخطيب نصينا قائلات إقبالي من أبشار الفرح بقيامة المسيح يا رشالي مطربي بحبور وتهللي بسرور للمشاهداتك المسيح الملك بارزا لنا القبر كعروس كذلك تهلك الخطاط من أمامي وجه الله وليقرحي الصديقون مسرورين إلا النسوة حاملات الطير لما وقفنا غلثا بإذاء ضاري حلمات الحياة خطفنا ملاجا جالسا على الحجار فخاطمهن أكدا قائلا قائلا ما بلدنا تطلبنا الحياة بين الأموات ولما تندبنا الغير المالي كمالي تطلبنا ونشرنا طلبنا المسيطين حقيقة 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 نفاتي ألا أنا وكل أولي وإلى دهري دهرينا أمي اليوم يوم القيامة 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 يا تارف للرب فإن له صالح لأن إلى الأبدي رحمته هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلم تهجل أفرح بي الحكمة فصلا من أعمال الرسل القديسين الأطار قد أنشأت الكلام الأول يثوفي نس في جميع الأمور التي ابتدى يسوع يعملها ويعلم بها إلى اليوم الذي صعد فيه من بعد أن أوصى بالروح القلوس الرسل الذين صفاهم الذين آراهم أيضا نفسه حيان بعد تألمه ببراهين كثيرا وهو يترى لهم مدة أربعين يوما ويكلمهم عما يحص ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم أوصاهم ألا تبرحوا من أرشليهم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني فإن لا يحنَّ إِنَّ مَعَمَّدَ بِالْمَاءِ أَمَّ أَنْتُمْ فَسَتُعَمَّدُونَ بِالْرُوْحِ الْقُدُوسِ بعد هذه الأيام بقليلين فسأله المُجتمعون قائلين يا رب أَفِي هَذَا الزَّمَانِ تَرُدُّ الْمُلْكَى إِلَى إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا الْأَوْقَاتَ وَالْإِزْمِنَةَ التي جعلها الآب في سلطانه الخاص لكنكم ستنلون قوةً بحلول الروح القدس عليكم فتكونون لشهوداً في أورى الشليم وفي جميع اليهودية والسامرة تَعْرِفُوا الْمُلْكَى إِسْرَاءِ بارك يا سيد السلام لك أيها القارئ أَلِلُّ الْمُلْكَى إِسْرَاءِ 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 إِسْرَاء 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 إِسْرَ موسيقى الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس أجسام لجميعكم ولروحكم فصل شريف من بشارة القديس يحنى البشير المجدولة يا رب المجدولة المصير في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل بكوّن وبغيري لم يكون شيء مما كوّن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان رجلًا مرسلًا من الله إسمه يوحنّا هذا جال الشهاد لكي يشهده للنور حتى يشهده حتى يجع من الجميع بواسطة لم يكنه من دور بل كان ليشهده للنور كان كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان هات إلى العالم كان في العالم والعالم بكوّن والعالم لم يعرفون أتى إلى خاصته وخاصة لم تقبلهم فأما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا أن يكونوا ابن الله الذين يؤمنون باسمه الذين الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله أولدون والكلمة صار جسداً وحلى فينا وقد أبصرنا مجده ميد وحينا من الآن مملوه نعمة وحقاً مملوه ويحنى شهد وصرخ قائلاً هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعده قد كان قبلي لأنه أقدموا منه ومن تلائه نحن كلنا خذنا نعمتان من مكاناً نعماً لأننا موسى أعطي بموسى وأما النعمة والحاة بيسوع المسيح قد حصلاً موسيقى موسيقى بحقاً 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 anderen موسيقى موسيقى ان من بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين المسيح قام يعز علينا أن نطلق هذه الصرخة التي ننتظرها من عام إلى عام في كاتدرائية وكنائس خلق منكم أيها الأبناء والبنات الأحباء حيث ما كنتم المتإحقام يعز علينا أن نطلق صرخة الإيمان والانتصار التي قضينا خمسين يوماً نتهيأ لها بالصلاة والسوم وليس في الكنائس من يرد علينا حقاً قرر عز علينا أيها الأحباء أن نرنم المسيح قام من بين الأموات ولا نسمع أصواتكم تهدر بها من شدة فرحكم وترددها هذه الحناية يعز علينا أن لا تمسح بزيت التائبين ولا ترش بالطيب والغار ولا تحصل على المناولة الفصحية على جسد الرب يسوع مخلصنا ودمه المقدسين في فصحه في ذكرى موته وقيامته هذه الذكرى الغالية على قلوبنا ذكرى قيامة ربنا من بين الأموات تطل علينا اليوم والعالم كله في صراع مستميت مع وباء اسمه الكورونا مع وباء الكورونا الذي حل به يزرع الموت ويروّع ويقض المضاجع والناس في حيرة وضياع كأنهم للمرة الأولى يظهر بغتة على أبوابهم في بيوتهم في مصانعهم في مدارسهم في مشافيهم في مؤسساتهم في شوارعهم يظهر بغتة عدو اسمه الموت يطاردهم من مكان إلى مكان يخبط خبط عشواء فتجند له بكل مؤوت من قوى وإمكانات علمية وتكنولوجية وغيرها بغتة ظهر مثل شبح فجر صراعا بين الحياة والموت أجل أيها الأحباء نحتفل اليوم بعيد قيامة الرب يسوع والعالم يشهد الصراع بين الحياة والموت الموت الذي يبدو أن الناس أنسوه في غمرة انشغالاتهم بأمور الحياة برقدهم المحموم ورأى معيشتهم من جرافهم القوي إلى الأفكار الإلحادية من مادية وعبثية ولا أدرية وغيرها مغلقين على أنفسهم كل نافذة قد تدخل إليهم نورا من عالم آخر أو حتى تذكرهم أو توحي إليهم بوجود عالم آخر غير الذي هم فيه أيها الأحباء يعود عيد قيامة السيد المسيح في هذا العام عام الكورونا ليذكرنا نحن المؤمنين بنوع خاص من بعد ما رأينا ونرى كيف يتعامل الناس في أجوائه كيف يتولهم القلق والهلع بأن الموت ليس أمرا عاديا وخاتمة طبيعية للإنسان ما بعدها شيء فلا يستحق من سمة ولا يستدعي الاهتمام ولا التفكير وشغل البال بل الموت عدو البشرية الألد والأقوى بيد أن العيد يطل علينا أيضا أيها الأحباء وكما في كل عام ليذكرنا بأن السيد المسيح بقيامته من بين الأموات قد قضى على الموت قضاءا نهائيا وتاما قضى على هذا العدو الذي يسميه القديس بولوس العدو والأخير بقوله إلى أهل كورينثوس لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع جميع أعدائه تحت قدميه وآخر عدو يلاشى هو الموت عيد الموت عيد اليوم أحبائي يذكرنا بأن الكلمة الأخيرة ليست للموت بل للحياة ليسوع المسيح الذي هو القيامة والحياة فالله إله أحياء لا إله أموات قال يسوع لم يقل الله للإنسان كن ليموت من ثم بل ليحيا إلى الأبد والموت مهما قويت شوكته هو مائت لا محالة لقد ابتلع الموت في الغلبة أين غلبتك أيها الموت أين شوكتك أيها الموت يصرخ القديس بولوس فالكلمة الكلمة يتي يقولها لنا اليوم الرب يسوع في يوم قيامته هذا هي إذن أيها الأحباء كلمة رجاء كلمة تبعث وتوقد فينا الرجاء كلمة تمدنا بالقوة على محاربة الموت بكل أشكاله وما أكثر هذه الأشكال في عالمنا تحيط بنا تحاربنا تتغلغل في حياتنا فالكورونا الذي يضربون في هذه الأيام زار عن الموت ليس الوباء الوحيد ولا الوباء الأخطر هناك أيها الأحباء هناك الموت فيما بيننا هناك الموت فيما بين العلاقات البشرية العلاقات بين الأفراد العلاقات بين أعضاء الأسرة العلاقات بين أفراد الرعية العلاقات في الأجيرة العلاقات بين المجتمعات العلاقات بين الدول كثير من هذه العلاقات أيها الأحباء تسرب إليها الموت إذ قد طغت عليها وأفسدتها الأنانية والفردية والعصبية والعدائية زارعة الموت فيها ومهددة بالقضاء عليها وقد رأينا مع الأسف في أزمة الكورونا مثالاً على ذلك رأينا دولاً تمتنع عن أن تساعد دولاً أخرى في حاجة ماسة لأنها ليست من سياستها أو لا تأتمر بأوامرها أو حتى لأنها في نظرها لا قيمة لها ورأينا أفراداً تركض للاستئسار بأشياء حياتية وكأن الغير ليس له الحق في العيش والحياة أيها الأحباء تدعونا قيامة الرب الرب يسوع إلى ترميم هذه العلاقات إلى السقة بعضنا ببعض تدعونا القيامة إلى النظر إلى الآخر على أنه أخ وصديق لا خصم أو عدو نشعر اليوم كم نحن في حاجة إلى أن نعدى إلى العائلة إلى المدرسة إلى الرعية أهميتها ومكانتها ودورها في مجتمعاتنا لأنها بيئة صالحة لنسج العلاقات الطيبة والجيدة وهناك أحباء الموت في علاقاتنا مع الله تعالى بل بالحري موت الله في حياتنا نحن البشر موت الإيمان قضينا على الله على كل ما يزكرنا به أو يربطنا به أو يحيلنا إليه وأقصيناه من حياتنا وقضينا بالتالي على البعد الروحي والإنساني في حياتنا وفجأة فجأة إذ باغتنا الكورونا استغربنا كيف الحال هكذا وشعرنا بضرورة الصلاة بضرورة العودة إلى الله شعرنا بضرورة الله في حياتنا إذ شعرنا كم نحن ضعيفون كم نحن سريع العطب جرسومة غير مرئية قضت علينا مضاجعنا وزرعت فينا القلق والخوف إلا أننا في يوم قيامة السيد المسيح من بين الأموات نشعر بأننا أقوياء بالرغم من كل ضعفنا ونجدد إيماننا بالله وبقيامة الرب يسوع من بين الأموات يشكك البعض أيها الأحباء كثيرين أو قليلين بهذه القيامة والبعض ينفيها نفيا قاطعا ويعدها خرافة صحيح فالقيامة القيامة جمالها شديد بحيث إنها تبدو ضربا من الخيال تبدو خرافة وأول من شكك الرسل أنفسهم وفي مقدمتهم تومة الذي جاهر بشكه وطلب براهين ملموسة مقنعة بل يقول الإنجلي لوقا كان عندهم كان عند الرسل كلام النسوة اللواتي بشرنهم بقيامة يسوع بمنزلة الهديان حتى إنهم يرد فلوقا لما وقف يسوع في وسطهم وقال لهم السلام لكم أخذهم الدهش والذعر وظنوا أنه خيال أجل أحبائي جمال القيامة الشديد يبعث على الشك بها وعلى إنكارها وما صدق الرسل وما آمنوا إلا بعد أن رأوا وسمعوا ولمسوا يسوع القائم من بين الأموات وشاهدوا القبر الفارغ ولذلك استطاعوا أن يبشروا بيسوع القائم بقوة وجرأ وعقيدة حتى إنهم بذلوا حياتهم من أجله ولكن أيها الأحباء إن كنا نحن لسنا معتادين أو لسنا قادرين على رؤية الجمال الشديد فلا يعني ذلك أن هذا الجمال غير موجود إنما لكي نراه يجب أن تكون لنا عين من نوع آخر هي عين الإيمان وأصحاب هذه العين هم الذين سمعوا البشارة من الرسل هم نحن الذين سبق يسوع وطوبهم بقوله توبى للذين لم يروا وآمنوا هم نحن الذين قال عنا يوحن في إنجيل اليوم أما جميع الذين قبلوه فقد أعطاهم سلطاناً أن يصير أبناء الله هم الذين آمنوا باسمه الذين لم يولدوا من لحم ولا من دم ولا من نشئة رجل بل من الله ولدوا هؤلاء الذين ولدوا من الله بالمعمودية بالإيمان ونحن منهم قلب المعادلة قلب المعادلة إذ قد صار إيمانهم بما يرتب من حياة إنجيلية صافية صادقة هو البرهان على القيامة وليس عكس هذه أيها الأحباء هذه هي القيامة الجميلة التي نحتفل بها اليوم والتي قال عنها بولوس الرسول للذين كانوا يترددون في الإيمان بها أو يشككون بها حتى منذ أيامه إن كان المسيح لم يقم فكرازتنا إذاً باطلة وإيمانكم أيضاً باطل إيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم يعني أيها الأحباء يعني أنه لا إيمان مسيحي ولا دين مسيحي ولا مسيح ولا خلاص من دون قيامة الرب يسوع من بين الأموات القيامة هي للإيمان المسيحي ختم الصدق ضمانة الصدق بحيث إنها كانت الموضوع الوحيد من إنجيل يسوع في بشارة الرسل وبحيث إننا نستطيع نحن أن ننعتها بالبينج بانج الذي فجر الحياة المسيحية إلى مدى وزمان غير متناهيين لا وسع لهما إلى ما تسميه الليتورجية بعبارة بسيطة النهار الذي ليس له هروب ليس له مساء أو أيضاً الملكوت اليوم تكون معي تكون معي في الملكوت جرت العادة أيها الأحباء وما زالت في موسم الفصح المقدس أن تستقبل الكنيسة في حدنها الذين تهيأوا في زمن الصوم لليل سر العماد المقدس فينالونه منها ويشتركون في الليتورجية الإلهية علامة على موتهم بالمعمودية وقيامتهم مع الرب يسوع موتهم عن الإنسان العتيق والحياة القديمة وقيامتهم إلى الإنسان الجديد والحياة الجديدة الحياة المسيحية التي تفجرت بالقيامة والإنسان الذي ولد من الله كما سمعنا ولذلك تنشد لهم الكنيسة في موسم الفصح النشيد الرائع الشهير الذي أورده القديس بولوس في رسالته إلى أهل غلاطية أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم نصلي إذن اليوم بنوع خاص أيها الأحباء من أجل الذين ينالون سر المعمودية في هذا الموسم الفصحي لكي يكونوا شهوداً لرب يسوع ولقيامته بحياة إنجيلية ناصعة ونحن وإياهم نجدد مواعيد معموديتنا اليوم مواعيد معموديتنا التي متنا فيها مع المسيح عن إنساننا العتيق لنقوم معه بقيامته للإنسان الجديد مرنمين مع الكنيسة أمسي دفنت معك أيها المسيح واليوم أنهض معك بقيامتك أمسي صلبت معك فمجدني معك يا مخلص في ملكوتك وفي هذا اليوم أحبائي نصلي بعضنا من أجل بعض نصلي من أجل أن لا تطول جائحة الكورونا من أجل المصابين بها لكي يتعافوا من أجل الذين انتقلوا منهم نصلي من أجل الذين تجندوا والذين يتعاونون لمحاربة هذا الدائي من مسؤولين ومعنيين وأطباء وممردين وعلماء وتقنيين من مؤسسات وحكومات زارعين الرجاء نصلي من أجل أن يحل في بلادنا كلها الأمان والمسالمة والاستقرار والازدهار نصلي من أجل سوريا من أجل سيادة الرئيس بشار الأسد ومساعديه وجميع المسؤولين من أجل جيشنا وجميع مؤازريه من أجل شهدائنا وأهاليهم من أجل كل مواطن من أجل أن نعمل كلنا معا لبناء وقيامة وطن مستقل منيع مزدهر آمن نصلي من أجل العالم كله لكي يعم السلام فيه والعدالة ومع الصلاة مع الصلاة أيها الأحباء لا ننسى الغفران أن نغفر بعضنا لبعض هذا الغفران تعلمنا الكنيسة في صلوات العيد أنه نبع من القبر نبع الغفران من القبر دافنا فيه صراعاتنا وخلافاتنا صعوباتنا ومشاكلنا متاعبنا وهمومنا مراراتنا وخيباتنا خطيئتنا وضعفنا دافنا فيه الموت آخر عدو لنا ولننشد مع الكنيسة برجاء وإيمان بفرح ونشوة بتفاؤل وعزيمة قائلين اليوم يوم القيامة فلنتفاخر بالموسم أيها الإخوة ليصافح بعضنا بعضا ولنصفح لمبغدين عن كل شيء في القيامة ولنهدف قائلين المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور آمين كل عام وأنتم بخير هاتي خاش أوطى حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب وليب والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ذهر الزاهرين آمين إيطار آمين أوطى 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 موسيقى 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 في ملكوتي السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين يذكر رقلنا جميعكم وجميعنا وياهم الصالح وجميع الذين طلبوا أن نصل لأجلهم فليتهم الرب لله وإذكرنا في ملكوتي وماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين رئاستك نوتك فليتكر الرب لله في ملكوتي السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين أبانا وبطر يركنا يوسف المغبوط فليتكر الرب لله في ملكوتي السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين نقدم هذه الذبيحة الإلهية إكراما لقيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من بين الأموال يذكر الرب الإله قداسة الحبر الروماني البابا فرانسيسي التوباوي يذكر الرب الإله أخي سيادة المطران من قلاوس والمجمع الأصفية الموقف يذكر الرب الإله أبنائي الكهنة الخادمين في هذه الأبرشية وخصوصا الذين يشاركون معي اليوم في هذه الليتورجية الإلهية والرهباء والرهباء الخادمين في هذه الأبرشية وفي كنيستنا جمعا يذكر الرب الإله أبنائي إخوتي المطار الأساقف في كنيستنا كلها وأولادي الكهنة الخادمين في كنيستنا الملكية في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين أمين أبانا وبطري أركنا يوسف القاقود لتكون سلو مديدا فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين أمين أمين يذكر الرب إلى رياسة وبناتنا في هذه الأبرشية وفي كنيستنا كلها يذكر الرب إلى جميعا الذين هم في حاجة إلى محبة وخدمة لكي يعطينا لكي يعطينا الرب الإله في هذا اليوم المقدس أن نبدل ذواتنا من أجلهم لكي نعيش في عالم جديد عالم يكون فيه الإنسان إنسانا جديدا فليذكرنا الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين أمين تحوفوا بي طغمات الملائكية على حال غير منظور أن ننكملت البطن إلى الراب كيري أهل الإسرار أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا وقضنا إلى مذبحك المقدس واجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطيان وجهلات الشعب وأهلنا لأن نصيب حضوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهر والسلام لجميعكم ولروحك وبعدنا بعضا لكينا ترفى بنية واحدة الأبي ولي ابن وروح القدس أزلوتي وحيدة في الجوة وغير المنفاصل المسيح فيما بيننا كائما وسيقول المسيح قام حقا قام بحكمة فالمصغي أؤمنوا بإله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله حق إله حق مولود غير مخلوق مساوئا في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلبا عنا على عهد بلاص الضمطي وتألم وقبر قام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس والرب الملحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب واللن مسجود له وممجن الناطق الأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة سورية وأعترف بمعمرية واحدة لمخفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار التي أمين لنقف حسناً ولنقف بتهيب نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب نعمة ربنا يسوع المسيح واجب وحق أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يأف به وصف ولا يحده عقل ولا يورى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصحطنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ما ياثلون لديك الشيربيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الزفر هاتفين وصارخين وطائلين قدوس 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 راب صباه السماء والأرض مملوها تاني من مجدك وشعنا في الأعالي مبارك مبارك بإسم الله وشعنا في الأعالي فمع هذه القوات المغموطة نهتف نحن أيضا أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكامل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكامل القداسة وعظيم وجلال مجدك لقد أحببت عالمك حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي فهذا أتى وأكمل كلما دبرته عنايتك بشأننا أو في الليلة التي أسلم فيها أو بالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين التي لاعب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسول القدسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا آمين كذلك الكأس من بعض العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دميل العهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا فنحن إذ نذكر وصية المخلص هذه وكل ما جرى لأجلنا الصلب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات والجلوس عن اليمين والمجيء الثاني المجيد أيضا ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء يا كنو ساب يا كنو بار لك نشكر يا رب وإليك لا أطلب يا إله آمين نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية تغير الدموية ونبتهل ونطلب ونتدرع فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم آمين وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم آمين محولا إياهما بروحك القدوس آمين 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 لكي يكون للمتناولين منهما لعفاف النفس لغفران الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية لأجل الذين توفوا على الإيمان الأجداد والآباء ورؤسي الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فيقة البركات المجيدة واردة الإله الدائمة البتلية مريا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 راب واحد اشتركوا في القناة 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 قام المسيح والحياة انتظمت قام المسيح ولم يبق في القبر ميت لأن المسيح بقيامة من بين الأموات صار بكورة الرقدين فله المجد والعزة إلى دهر الداهرين اشتركوا في القناة 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 وحفظ بصلاحك جميع الذين يتناولون منه ليمتلئوا من مواهبك الغنية ومن صلاحك الذي لا يوصف لأن لك العزة ولك الملك وقوة والمجد أي والآب والابن والروح الكدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين المجد لك أيها المسيح الإله ورجعنا المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة من الكاملة الطهار شفية هذه الكنيسة المقدسة إلى سنينة كثيرة مباشرة ليحقظ رب two شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم يا رب شكراً لكم 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 شكراً لكم